جهود دبلوماسية حثيثة يبذلها المبعوث الأممي إسماعيل ولدي الشيخ أحمد في محاولة لإيجاد حلول للأزمة اليمنية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزيان التقى في الكويت ولدي الشيخ أحمد في إطار جهود مجلس التعاون لدعم جهود التسوية وإيجاد حلول سلمية تنهي الأزمة اليمنية وتوقف الحرب المشتعلة مصادر ذكرت أن الزياني سيلتقي الوفد الحكومي اليمني ووفد الإنقلابيين في لقاءات منفصلة لبحث تطورات سير محادثات السلام والمساعدة في تدليل الصعوبات وإسناد الجهود الأممية وكان المبعوث الأممي قد حث الأطراف اليمنية على تقديم التنازلات وتقديم مصلحة اليمن على كل ما عداها ولفت إلى أنه ينبغي أن تتحول معاناة اليمنين إلى حافز للتوصل إلى حل شامل سريع للأزمة وذكر ولد الشيخ في بيان أنه عقد أمس ثلاثة جلسات مع وفدي الحكومة والميليشيات تناولت احتمالات مختلفة لخارطة الطريق للحل السلمي الشامل وضرورة بلورة ضمانات لتنفيذ الحلول والمقترحات التي يتم التوصل إليها في الكويت وأشار ولد الشيخ إلى أن ممثل الأطراف في لجنة الأسرى والمعتقلين في اجتماع عقده معهم أكدوا الالتزام بتقديم الإفادات الأولية حول الأسماء التي وردت في الكشفات كما أن لجنة المعتقلين استكملت نقاشها حول مسودة اتفاق المبادئ المطروح لحل القضية على المدى المتوسط والطويل من جهته كشف وزير الخارجية اليمنية عبد الملك المخلافي أن ما تم التوصل إليه مع الأمم المتحدة بشأن الانسحاب وتسليم السلاح يشكل أرضية صلبة لاتفاق سلام حقيقي في الوقت الذي يهرب الانقلابيون إلى الشائعات وتسريب اتفاقات لم يتم طرحها أو مناقشتها من قريب أو بعيد ترجمة نانسي قنقر